تعالوا بقى ندخل فيه سلسلة الأخبار اللي احنا عايزين نقول لحضراتكم عليها في البداية قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كامبني إلى يوم إن شاء الله 15 من مايو المقبل يونيو يونيو المقبل عفوا وإصدرت الرابطة بيان جاء فيه من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفة ودعمها للنادي الأهلي بصفة ممثل للكرة المصرية في بطول الدوري أبطال إفريقيا وبناء على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته القادمة في الدوري العام مع فريق إيسترن كامبني والمقرر لها يوم 25 مايو والجاري وأداء هذه المباراة بدون اللاعبين الدوليين وفي موعد لا يؤثر على جدول الدوري العام أو موعده وكذلك موافقة مسؤولي نادي إيسترن كامبني على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة فقد قررت رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 15.26.22 الساعة التاسعة مساء على أستاذ السلام وتؤكد رابطة الأندية المحترفة دعمها للنادي الأهلي في مسيرته ببطول الدولي الأبطال متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية الفوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية ده قرار محترم جدا لأننا بنتكلم أنت في نفس الوقت مش عايز يبقى فيه ضغط على اللعيبة بتوعك الأهلي بيمثل مصر تاني الأهلي بيمثل مصر هو الفريق المصري الوحيد اللي يشارك في هذه البطولة فأنت لازم تدي لحد ما المساحة للعيبة الفترة الكافية أن هما يستعدوا لهذه المباراة وده على فكرة حاصل برضو في مع الوداد يعني الوداد والرجاء كان عندهم مباراة كريم كانت يوم 25 أجلت ليوم 19.6 فده طبيعي جدا أنه يحصل بس حاجة أكيد محترمة ترجمة نانسي قنقر